السلام و شرق معكم و احد الحلوى كجي اقتصادية و غير ببيضة و حدى كجي لي دو الشيشة دو الزيتين اللي كيوجد يعني بسرعة اتمنى تكمنوا معي الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا المكومنات و طريقة تحضير لأول مرة كيشوف قناتي مرحبا باشترك عندي باعدة زر الجرس باش يتوصل لكل جديد ديالي و ندوزو كام من المقادير و طريقة تحضير اذا على بركتي الله عندي هنا فوحد البول عندي 125 جرام ديال زبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ عندي هنا اجوج فروماجات و عندي انسكاس ديالسانيدة غادي نختم هالزبدة والفرماج والسانيدة مزيان يعني دراري الزبدة تكون بحرارة المطبخ باش تعاونها كاف الخدمة بهات شكل هذا يعني ضغيها كتخدم معانا والسانيدة من الاحسن تكون السانيدة ديك الرقيقة و غادي نضيف من بعد واحد الكاس الى ربح ديال الزيت مقادير بساطين كجبنينة لديدة تبعوما يغير الفيديو حتى الاخير الوزعتين اللي ساهل ماهل وتوجدوه يعني في اخر لحظة غادي نضيف كذلك واحد الياغورت بنكات الفاني نخدم المكونات مزيان اي مكوين ضفتوه نخدمه مزيان بعد شكل هذا من بعد غادي نضيف واحد البيضة بيضة واحدة غادي نضيف صاشي ديال فلون وصاشي ديال خاميرات الحلويات انا عندي هنا فلون بركهات الفاني او لا بركهات البانان عفوا تقدروا تضير فلون بركهات الكاراميل كي يجي حتى هو زوين او لا تقدروا تستغنوا عليه ما كانت مشكلة وضرت خاميرات الحلويات يعني وحدة سوف ينضيف بطحين تدريجيا يكون مغربة لطبيعة الحل سوف نضيف قليل من نكهات الناطا سوف نضيف قليل من نكهات الناطا او لنكهة البيسكوفي كدعطي واحد الموضاق اللي زوين للحلويات يعني ما كانت استغناش عليها في الحلويات سوف ينخدم هذه الحلوة دخل في الطحين يعني تدريجيا حتى تجمع لي العجينة يعني كانت حصلوا على عجين او يكونوا ارتب لا تنسوش اخواني اخواتي اللايك للفيديو جزاكم الله كلها خير اللي اعجبكم الفيديو بطبيعة الحل هبطوا اديروا ذاك اللايك وتعليق زوين بحالكم فكنتمنى التفاعل ديالكم دائما كان نجيب لكم وصفات اللي ساهلين وفي المتناول ولقد جيب كانتمنى منكم انكم حسنتم وتفعلوا معايا ودعمونا يبديك اللايك بارتاجي الفيديو على اوسع نتاق باش تعمل فائدة هنا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه يعني قابطة في راسها بهذا الشكل هذا سوف ندوز باش نحضرها نشكلها معاكم عندي هنا خالط من شوية زنجلان ابيض شوية البافو وشوية ديال سانيدة قدرت معها صاشي ديال فاني خلطهم زيان بهذا الشكل هذا ونشكلها كاكويرات يكونوا شوية متوسطين ما يكونوا شعودتين صغارين حتى ما كتنفخش بالزافية غير يعني خمارة وحدة انا قدرتهم شوية قوي برين شوية سوف نشكل بهذا الشكل هذا ندوزهم في هذا الخالط هذا اختياري هذا الخالط هذا تقدروا تديروا اي حاجة تقدروا تديروا سانيدة مع الكوك حتى ما كيجوز ويني يعني تزين كيبقى اختياري لكم مهم هو العجين كيجينة ارتب الحلوة كتجفتية تقدروا تشكلوا بها اي شكل انتم ما كتفضلوا صافي من بعد ما ساليت طاوة اللولة كانت طبعها بهذا المرشم هذا الورضة هذي تقدروا تديروا اي طابع عندكم يعني لكم اختيار هذي طاوة اللولة سوف تخرج لي كمية البأسة بها مازال غادي ندير طاوة اخرى فدل اثناء را الفران ضروري ما يكون شاعل يعني ضروري تكونوا مشاعلين تبدو تخدموا فيها كتشعلوا الفران يسخن من بعد كتنقصولي وكتدخلوها الطيب يعني علاها خاطرها كتراقبوها دروري الحلوة كتبغي يعني كتراقبوها باش ما كتتحاقش معكم كتجي مندهبا وكيجي لوم ديلها زوين سافدة بغا ندخلها الفران قبل غادي نحاول نديروح التقب في الوسط باش في الاخر غادي نعمرهم بشكل او لا اي حاجة انتم ما كتفضلوا ندخلها الفران طيب من بعد كنكمل الكمية اللي اللي تبقعت لي هذه الحلوة نعمر الطاوة الثانية بعد العجيل اللي تبقى لي نحاول هذا المرشم نديره في ندوزه في شوية لطحين لنستقش لنا الحلوة سوف نتلقى معاكم من بعد ما الطيب ملوعة طاوة ملوعة الحلوة اعطيتها الوقت في الطياب كاملة لون واحد مذهبة سهل في المطاق وكذلك الشكل هنا زينتها بشكل جيد وعمرت بها كالتوقوب اعطيتها واحد جمال امتمنى تعجبكم هاد الحلوه هادي متخرجوا حتى تكون ودرتوا لايك للفيديو موقع التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والأحباب شكرا على حسن تتبع وشكرا على حسن المتابعة هذا هو الشكل النهائي اتمنى تعجبكم سنقسم معكم او سنقسم معكم بشي وحده تشوفوا كيف يجي القوام موقع التواصل الاجتماعي ثم اتمنى تعجبكم في المطاقات تتمنى على الفيديو اليوم ونضرب لكم مواعيد الفيديو قادم وصفة جديدة بحول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة